السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج هادرزا ليبيا نستضيف فيها بعض الأصحاب والإخوة أصدقائنا من ليبيا هادرزا فيها على موضوع معينة أهمها طبعا الموضوع اللي هو موضوع الساعة الناس طبعا كاثر الحديث عن جماعة الإخوة المسلمين في كل مكان الأخوان يعيد الأخوان داره الأخوان فعله الأخوان كذا فنحن بنعرفوا شنو سبب الحملة هذه على الأخوان المسلمين لدرجة أنه يعني الآن الأخوان المسلمين قعدوا يقولوا عليهم جماعة الإسلام السياسي الأخوان المسلمين جماعة المرشد الأخوان المسلمين جماعة السيف اكثرت عليه من تسمية حتى الراجل اللي كويس مرات يقولوا عليه أخوان المسلمين كل واحد يعجبهم لأي شخص المسلمين هذا المشيء غريب لدرجة أنشاء القناهات بسبب التهريج يقولوا وصنعوا في اي تي مقلوب القناة ويقولوا وصنعوا المسلمين ويقولوا برسلون وال marine سوف يتحرك يحدث السلال ويتطاع والميزين والمثال المسلمين كانوا سبب السقوط الاندروس تمت مصخره آية ومثالي وطوف غادر فنحن بناء فريش حظة كلا ليش الحملة هذي كلا غريبة ما فيش واحد الان وما يتحدث على احسن واحد تقا يقول لك يا سيدي اخوان مسلمين معاني منش منهم مسكين خايف تقا خايف كإن مصيب رقباتك وتقارج كويس معاني ما رجب من الاخوان لكن الاخوان يا شب الله كذب معاش حتى حدي يقدر يقول كلمة طيب يخافوا الناس يخافوا الناس يعني تيار وحملة قوية وهجمة على الاخوان لا يمكن يعني تتوقعها ما صارتش على اي مجموعة اخر ما صارتش حتى على جماعة معامر اللي خربوا البلد ما صارتش يعني توا الاخوان سيبوا الناس اللي هم يقتلوا عين عينك في الشوارع قدام الناس بالصور يقتلوا عين عينك وحتى المحاكمة الجنائية الدولية الدور فيه وطالبينه وسيبوهم وجل الاخوان المسلمين سيبوا الناس اللي تسرق واللي بفضايحها معروفة سارقين بنوك وبلاء وما سيبوا الاخوان المسلمين سيبوا الناس اللي مدقدق البلاد بالطيراء والاخوان المسلمين كل حاجة اللي خالفهم في الرأي إخوة المسلمين غريبة يعني أمر غريب من وراها كلم هذا ما اللي عنده مصلحة في المضوحة كل يوم زرقنا واحد الإعلام لإخوة المسلمين كل يوم هل في جهة معينة تحرض في هالناس ضد هالمجموعة هذه تعالوا نيرفوا شنو هالمجموعة هذه نحنا نقوله في عربنا لولا يقولوا تشك راعة قبل شوي من القريضة خذوا ما خذوا من القريضة من له خذوا من القريضة نبطلوا نحن نعرفوا نقلبوهم مثلا يقولوا تشك رضاها قبل شوي من الشكيرة باكي نعرفوا من نفهموا الحقيقة الناس لهم من هم نحن نعرفوا نخوة المسلمين عضاء اهتديس الجميعات وأطباء ومهندسين ومحترمين وموظفين الناس الحقيقة يشهد المقاص يوضاني في ليبيا نحكي أنا محترمين على جميع العصاد واللي يعرف يقول لك هذا نعرف لقد رجاء كويس بس خوة المسلمين تبهاش القصة يسيدي معقول إذا كان رجاء كويس يعني يمشي خش الحاجة ليس كويسة غريب الأمر ويقول لأخوان المسلمين مسؤولين ويقول لأخوان المسلمين المتاعين ليس عرفوا انجليز داروهم من انجليز ويقول لأخوان المسلمين ليس عرفوا يعني شيء وكل مضرب كله كلام ربيع وهذا رزم ملاش ملاش أي سند يعني إلا دفنقي فاطئ ما بيش ما بيش حقائق فنحن بنعرفوا من ضيوفنا اليوم أنا جبت لكم ضيوف تعرفوهم معروفين في بنغازي معروفين في ليبيا اللي كابتن طيار واللي مهندز طيار أخوتكم وأصحابكم استضيفوا اليوم الكابتن ناصر عامر تعرفوه حتى هو في القطوط والكابتن محمود زوبي والمهندز أمر له حيشي ناس تعرفوه كلكم فأني بندرت شمع مع الموضوع هذا كان ميشي شمعات مشي قصة ميشي قصة ميشي قصة فاهمونا يجي فاهمونا هالقصة فانتواكع الله ونبدو ان شاء الله تفضل اللواتي ناصر تواكع الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا شكرا سعد بارك الله فيك الأول مرة الحمد لله رب العالمين أنا من الأخوة المسلمين أنا فرحان من الأخوة المسلمين وأنا دمي نقول الكلام هذا ولله هي مش يعني 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 عمريت كمدول إغاذة لا 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 أنا أقول لأنا فرحان لأن يا سعد أنا خلنبدأ لك من الزمان نحن بدأنا نشأنا في بيت طبعا أنا وسعد نشأنا في بيت واحد باتي وابوه خوت وأمي وأمة خواته كنا في بيت واحد ونشأنا وكان حياة أبائنا الله يرحمهم وممهاتنا لا يسمحوا لنا بالابتعاد على الصلاة لا يسمحوا لنا بقول الكرام مش قويس ما يسمح ربنا تربيا فضل الله سبحانه وتعالى نشكرهم عليه جزام الله وكان حتى علمون فيما في القراءة وكان يعني القرآن وكذا كل يحكوا لنا وصوبو لنا رد بالك من هذه رد بالك من هذه يعني كانت باستمرار نشأنا أنا أحسابها أن نشأة كانت كيف نشأت عرب البلاد الناس طيبة والناس اللي تخطط الله جميعا وأنا نعرف والد عمر وأنا نعرف حتى والد محمود الله أرحمهم كانوا نس طيبة وبتاع جوامة وناس حماركية هل الله سبحانه وتعالى فتربينا هذه التربية نشاءنا لما لقينا هذه الجماعة أنا أذكر زمان نحكي لك القصة بسيطة كيوم ممكن بعدين نحكو أذكر أن جاءنا أحد الإخوة من أمريكا صديقي كنت نقرانوية اخترقنا وبعد فترة جاء من أمريكا وجاء البنغازي ماشينا للبحر لقينا استادنا أحد استاد يعني استاد فيه المجتمع والتاريخ وكذا وجاء الحكاية جاءت جمدة الفتنة الكبرى وكذا وقعدت نسمعنا صراحة ونعرف صديقي هذا لما عد يعني نعرف وضعها في الفصل في المنحة الإسلامية وكذا مش بالقوة لكن استغربت في حديثة وتأصيلها ويعني تفنيت قضية الاتهام الصحابة رضوان الله عليهم في قضية الفتنة الكبرى وكذا والمدرس كان طبعا مدرس حقيقة يعني قدير ومحبوه وكذا لم يستطيع لأنه كان يتكلم بالمعلومات اللي كانت عندنا من يعني مشوش للأسل أغلب الناس لكن صديقي هذا فانح صراحة كرشت فيه صديقا كرشت فيه وقلت من أنت علمت كلام قال لي والله نصر في نحن في أمريكا وكذا مسجد وكذا وفي جنة علماء وجنة كذا وجنة كذا والحقيقة تنورنا وتعرف صاحب وتعرف صراحة كل من فضل الله ربي من علينا وعرف نحن كنا نعوم لكن الحمد لله عد صديقي هذا رد لأمريكا تزوج وعد لأمريكا ولكن قعدت فترة في بريطانيا كنت أنا بمجرد كل تقريبا أسبوعين ناخد إجازة من ثلاثة أيام أوف أربع يام نمشي نقضي فيه منها بش نفهم منه ونتعلم بش نفهم منه المرفوم الجديد غريب أنا كنت نفهم الإسلام صلي ورفع صباطك والله أذكر مرة خشيت لجامع وكنت ندي نصلي فكنت ندعف الله سبحانه تعالى والله إما إحدى الدعوات خلينا نقولها كما أضحكوا علي قلت لي يا ربي أنا أريد أن أقولك سيدنا بلاد كيف سيدنا بلاد استجاب لله هذاك الذي كان عبد وكان ما فيش حد يعني كما تقول محقرين الناس وكذا كيف أصبح سيدنا كيف أننا أصبح حتى أنا هل الإسلام هذا في قلبي يقعد لكن لما شفت صحبي هذا بداي يطرقلي على معاني أنا ما كنش ما كنش ما كنش نعرف ما كنش نعرف والله قعدت نمشي لها قعدت في بريطانيا يجي خمسة أو ستة شهور ينتظر في التأشيرة أو عندها هو قال لي بعدين السبب آخر كان فسبحان الله قعدت نمشي لنا مين بعدين خشيت على المكتبة وتعرفت على الإخوان وكذا ما كنش نعرف في بريطانيا كانت كتب متاحة في ليبيا ممنوع فقعدت نجي في الكتب وكذا وتعرفت بعض الإخوة ومبرك عليها من أمار فضل الله سبحانه وتعالى ونحمل ميز بعقولنا أنا قلت إننا نشأنا في بيوت تنكر المنكر وتحب الخير وتكرم الضيف وتوقر النجار والكبير وكذا لما جيت المعارة في الإسلام ملقيت اللي نحنا نأخذ فيه الإبارة يوم الجمعة جونك الشيخ يصلي الله يقرأ يقرأ القرآن ويصبي والناس ما عندهاش الإسلام ميت شبه ميت في نفسي فالحقيقة جماعة الإخوان السنين وما تقول أنا مبرك عليها من أخش وبفضل الله لما خشيت لدي الجماعة وبصراح تغير شكله تغير تغيرت حياتي تغيرت اهتماماتي كنت معدي اشتقى في نفسي تغيرت الله سبحانه وتعالى من معرية وأنا لذلك أحزن لما تكون في هجمة على الإخوان أحزن مش نحزن على الإخوان فهذه جماعة تمتد حتى في الكلام هذا يقولون فيه تمتد من فضل الله وكل يوم فيه ناس يعني بارك الله فيك المقدمة هذه ناصر إن شاء الله نستعلم فرده عليك في عندك حاجة تقولها تكمله بسيطا فأنا نحزن أن يمنع هذا الخير بالمصدات اللي يدينو فيه الخلام اللي تقدمت ما يخلوش الماس يستفيد من هالإخوان كما استفدنا نحن لا ما يبونش يستفيد يخلوهم تشويش للأسر أنا نحزن عليهم فقط والله وأشهد الله سبحانه وتعالى على كلام تفضل بارك الله ربك أمورة توقع الله إذا كان تتعقب عن الناس والله عندك حاجة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شكرا لسي سعد عليها الاستطافة الطيبة وعليها الجهد اللي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة وينفع به بلادنا وهلنا واخوتنا واصحابنا وإحبابنا اللي زي ما قال الكابتن ناصر والله ما نريد إلا الخير لبلادنا وهلنا واصحابنا ونحن في خير ونريد الخير يصل لهلنا يعني الحقيقة حلوة الكلمة اللي قال ناصر قال أنا سعيد بانتماء لجماعة الإخوان بان انتماءك لجماعة الإخوان يحطك في طريق خدمة الله سبحانه وتعالى خدمة الله هي خدمة الوطن هي خدمة الناس هي خدمة الفقراء هي خدمة المساكين تشعر بارتياح لما تقدم خدمة للناس خيركم أنفاعكم للناس نحن نسعى زي ما يقال في خدمة الناس أكثر من سعينا في خدمة أنفسنا لما نقدم خدمات للناس فنحن شعداء بهذه الطريق وبهذه الدعوة نحن مش سعداء واجد على الحملة التي تقام على جماعة الإخوان وتتهم فيها ونحن ليست في أعرافنا أن نحن ندافع على جماعة الإخوان على تنظيمها وعلى مسؤوليها وعلى قيادتها ليست من أعرافنا أعرافنا هو تقديم الدعوة فكنا نريد دائما زي ما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خلوا بيننا وبين الناس أو خلوا بيني وبين الناس لبنوصلها الدعوة اللي احنا نتلذذ بالانتماء إليها نبو نوصلها الهلنة نبو المجتمع يرتقي في مستوى الدعوة نبو المجتمع يرتقي بما يريده الله مننا فبالتالي يعني نحزن أنه لما نتهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى لكن بصراحة في الفترة الأخيرة كثر التشويه واجد 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 وحيل بيننا وبين جيل مهم الآن في جيل من الشباب بعد هالثورة المباركة اكبر على تشويه الآخرين زي ما تفضلت في المقدمة الطيبة قلت السيد سعد إن في هالجيل هذاه قاعد يكره الناس الكويسة كلمة حق ناس قلت لا لا هذا فقبلنا هذا إخوان هذا إخوان فنحنا خايفين هالجيل اللي ينشأ بأحقاد والله لو أنه يبصر ويعالج عالج فكرية ويقول له تعارى وفكر الإخوان كذا وفكر الإخوان سلبياته 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 وشاغل عقلة في حكمها على الإخوان أهلا وسهلا لكن يطلع جيل حاقد مبغض أكثر من أنه يستبيح دماء الناس زي ما ذكرت شنبه فهذه فرصة أن نحن نتحدث مع أهلنا بلهجتنا بلغتنا بدون تقاعر بدون استدلالات واج دائمين ويصار وكذا ومشير من حين إلى آخر إلى أهمية هذه الدعوة ومصدر هذه الدعوة وليش تسمت هذه الدعوة هذا الاسم فهذه فرصة هدريزة طيبة ونهد الزوم عضلة لناصر إن شاء الله إلى خير بإذن الله بارك الله بإذن الله نحن نتحدث مع المحمود على ذكر مرة المشير إلى الدعوة وكيف كذا كيف تكاوح كيف تكاوح كيف تكاوح كيف تكاوح كيف تكاوح كيف تكاوح لش جد وكيف جد ومن دارها واختصار لأكي للناس تعريف بسيط وصوت أفضل الصوت بس الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله السلام عليكم جميعا وتحية للأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين طبعا الدعوة هذه أو فكرة جماعة الإخوان ظهرت يعني مو فترة قديمة من 1928 تأسست هذه المجموعة وانطلقت والأسباب طبعا كانت كثيرة من ضمنها الوضع اللي كان سائل في تلك الفترة يعني أي إنسان يرجع للتاريخ ويقرأ ما كان الوضع عليه في العشرينيات في عشرينيات القرن الماضي حيجد أنه كان العمل الجماعي يعني منتشر بشكل كبير وكان فيه يعني نوع من الثقافة العمل الجماعي وثقافة التعاون يعني قصدي مثلا الجمعيات الجمعيات مثلا الإسلامية وغير الإسلامية أيضا العمل الحزبي في تلك الفترة مثلا في مصر كان فيه نوع من الحرية كان فيه يعني الساحة الثقافية كانت فيها كثير من النقاش حول الأفكار اللي خاصة جت من الغرب وفيه نقاش كبير فعلماء المسلمين والمصلحين والناس اللي هما كانوا مهتمين بمساعدين شعروا بضرورة وجود يعني حركة إسلامية تدعو إلى العودة إلى الأصول وإلى الثوابة الإسلامية لأن الغزو الفكري اللي حدث مع الغزو العسكري نشر كثير من الأفكار اللي كانت تمحرف بالناس وبجموع الناس وبالدول عن يعني ثوابة الإسلام وعن الخط الإسلامي السليم وصحيح فبالتالي نشأت هذه الجمعيات من ضمنها كانت جماعة الإخوان يعني كان فيه جماعات أخرى قبلها حتى قبلها مثلا جماعة يعني الجمعية الشرعية مثلا كانت توجهها سلفي إلى حد ما أو كان فيه الشباب الشبان المسلمين وغيرها الإخوان الحقيقة بيزيتهم إنهم هما لأن لما حصل الجدل هذا والحوار والغزو الثقافي هذا فيه فئة كبيرة تغربت وأصبحت يعني تميل إلى الفكر الغربي ولشأت أحزاب على هذه الأسس كيف ما نعرف منها الإساري ومنها القومي ومنها اليميني ومنها ما إذا ذلك فكان الإخوان جوا الحقيقة ليعيدوا الأمور إلى نصابها وليحيوا المعاني الإسلامية التي أصلا موجودة كانت ولكن عليها الكثير من الغبار على سبيل المثال مسئلة شمول الإسلام أصبحت في تلك الفترة نوع من ضعفة جدا أن هذا المفهوم أصبح ضعيف وظنوا أن الإسلام مثلا هو ينحصر في مسئلة الشعائر الشعائر التعبد أو في قضية طبعا العقائد وما إلى ذلك لكن ما لاش علاقة بالشأن العام ما لاش علاقة بقضية الاقتصاد ما لاش علاقة بقضية السياسة ما لاش علاقة بقضية المجتمع وما يقوم فيه من أحداث ومن أمور هذا المفهوم اللي ساد في فترة من الفترات وكان غالب على النخبة كيف ما قلنا يعني توجهت إلى الفكر الغربي واعتناقاتها بقوة وانهزمت أمامه كان لابد من العودة إلى الفكر الإسلامي اللي هو اللي يعتبر روح تسري في كل هذه المجالات ليحييها ويعيدها إلى الضمير الإسلامي ويعيدها إلى الطريق الصحيح يعني لما نجون نقوله مثلا إسلام سياسي الحقيقة هذه مسألة وإن كنا ممكن سنطرق إليها بتوسر أكثر لكن لما يعني فيها نوع من الفهم المغلوط الإسلام هو إسلام واحد ما فيش إسلام سياسي وإسلام اقتصادي وإسلام شعائري وإسلام اجتماعي الإسلام هو دين إسلام واحد فهذه المفاهيم الحقيقة كان من الضروري تبيينها عمليا وهذا ما قام به الإخوان نحن الحقيقة يعني بشخصية البنة يعني شخصية نحن نستغر تولي فيديو المصري اللي مجيب في تمثليات نتذكر من السبعينات رأسها برأس الإسلامية غريب شكل غريب يعني معنا تولي تشوف التمثليات وكذا كلهم فيهم فيهم مستوى أخلاقي مرات ما تقدرش تفرج أنت وبعتك والله أنت أمك مشكلة حقية لكن مركزين على التيار الإسلامي ويأخذوا فيه نماذج مش هافي تخيلوا فيها والله هذا ويصورها لك وكأن هذا هو النموذج الإسلامي يجيب لك مثلا شيخ متاع اللي يقرأ في الفوات هذا يجيب لك كيف الدرويش عبيط الشيخ اللي يجيب اكتبات حاطن هنا وكذلك فكأن راجل عبيط رويش هذا النموذج الإسلامي وبعدين انتقلوا وتموا كل مرة جاء بيقودين تعين اللي يضحكوا على الناس تحبونوك الأموال وكذا وغيرا لجالة توصلوا دوره فيهم سموه الجماعة يشوفوا فيه في الإمام حسن البن وشوفوا في الجماعة شغل يعني هم أصلا الآن يدروا في أشياء يستحي من الشيطان وبالغير يحكي لك على الجماعة الناس لدرجة المحاية تفرز يخذوا منهم كل ما يتعلق بالجماعة يستقوا فيه من هؤلاء الناس اللي هم يستحي الشيطان من أمانهم مرة جماعة حسن البن هذا الشخص يجيب غيب تماما في الإعلام المصري غيب ما يجيبوش لك بك لكن يجيب لك من يجيب لك مثلا سعد يحيا سعد تنظريات كله يحيا سعد يحيا نظر بان وما يجيب لك ما حصل بان لماذا لماذا تغيب هذه الشخصية المحترمة المرموقة اللي ما بيش شخص حتك بها حتى تحسين عندما أهمهم كل محترموه كل مقدروه لكن شخصية تفخر بها مصر لا يتكلمون لك على هذا وهذا ما بشلعب لماذا 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 للأسف هي الحرب هي حرب على الإصلاح لما تبهت الأمة الإسلامية لما برز تتخيل المسلمين أو المسلمون غابوا عن السيادة بمئة سنة بس 1924 إلى الآن ما زلنا ما تقلنش مئة مئة مكسات أربعة ستة وتسعين كانت أمة الإسلام كبيرة يعني يذكر أن مرة الإنجليز هددوا سلطان عبد الحميد وأددوا سلطان عبد الحميد من آخر يعني السلاطين والدولة العثمانية لجهة مرة الخلافة هدد بأن يعرض فيلم على الإسلام تشويه أو كذا فأرسل كلم السفير وقال إن لم توقفوا هذا العبث سأأتيكم بجيش من حدود الصين وأأتيكم فالإنجليز على طول وقفوا كانت الها هيبتها فنحن الدولة هذه عظيمة وجود الدولة الإسلامية راهوا يا أخوان إعطل فساد وسوق وفجور وتجارة وكذا في العالم عودة لذلك هم يحاربوا فيها لأنها عملية مصير بالنسبة للغمان عملية وجود الإسلام الإسلام دين الله والله بالإصلاح والأنبياء يقولوا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وكذا هم جئين يصلحون والدين دين عالمي وعرفين أنه يقنع الناس والآن أصبح تمليك أكبر ديانة تنتشر فيها الإسلام والعالم كله بصفة عامة فهم يعرفوا هذا الخطر هناك ناس تشتغل وعندنا نحن في بلادنا ناس يعني مأجورين نسميهم مثل زمان يسمون فيهم خواناء أو مرافق بين هؤلاء الناس يعملوا على هذا إضافة أن هناك ناس جئين برمجين مثل يوسف وابي مثل ذكرت التمثيل هذا إنسان كان معروف جاء بدأ وهو ليس مسلم ومسلم وجاء أفسد بدأ بالعري في مصر أصبح العري للبنات في الأربعينات على البحر الشط في الثلاثينات والأربعينات في الميور في مصر يعني ضربوا مركز العالم الإسلامي فنقصد جماعة التمثيل هؤلاء ما جاءين عارفين ما يديره لكن الناس غافل جاءوا لهم كيف عاد الإمام يضحكم يقول كلمتين وكذا وكذا وبعدين يجدوا يأخذوا مننا أنه هو اللي يفصل في النحل الإسلامي هذا يعمل معقول لنسمح العقلي أن عاد الإمام السفيه اللي لا يقول كلمة فيها حياة ما يستحيش وغيره بعدين هو اللي يجي مثل للدولة على الإسلام ويحكم يعطيني في عقلي يشحني يملالي عقلي على كيف نحكم على الإسلام وعلى أهل وعلى كذا كذا بسيب الإمام البنة رحمه الله كان فيه رجل عملي وراجل وكان صغير يحكى أنه أتى بدأ قبل من يأسس الجماعة بدأ يحف في العلماء الكبار هو عضى الاشتراك العلماء قاعد يحف فيه فجاء الشيخ مشايخ الأزهر فجاء وجلس معهم وكان رجل أعلى فجلس معهم الإمام البنة وصغير عمره كان 16-17 سنة وكان رمضاني بيبدأ فجلس بجانبهم والتفت للشيخ وقل لي يا شيخ الأمة حالها صعب بدأت المدارس الإسلامية وكتنذفر وبدأ الجامعات الغربية وكذا في بلادنا وتقطع أهمية رهضة يقتل الإسلام وكذا الشيخ سمع الكلمة هو حزن وأنا خلال ننهي بهذه حزن شوية كان وبعدين سكت شوية قاله خلاص إحنا إذن غدا إن شاء الله حنلتقي في بيت الشيخ فلاني وهدرز رمضانية فجال إمام البنى وجلس بجانب الرجل الغضائي كبيرا وجلس وقال لي يا شيخ أنا أمس حدقتك ما صار فيه لا قال لي أنت هنا ومد يده والله كانت في يده قطعة من الحلوى فمدها للإمام البنى الإمام البنى رد الرجل باليد وقال لي والله ما لهذا أتيت إما ما أتيت لحال الأمة فبكر الشيخ عرفوح أنه هو مقصر هذا هو الإمام البنى اللي يحكو عليه اللي ما يشعرش بحين الأمة راهو يراجع نفسها إذا كان تقول للإخوان المسلمين مش كويسين أبحثوا في منهجهم شوفوهم شوفوهم وأنتوا تقول عليهم والله كويسين والله نعرف كبتا الناصر كان في المطار كويس والله إما ماليمان المسلمين بيك الناصر خشل الإخوان المسلمين ما عنده معقول يطلع إنسان مش كويس دل كلام هذا محمول أعمار الحيشي ولا تسي محمد اللي مشهور في وسط بنغازي بالصلاح والخير ورجحها كتاب الله يطلع ولدها شوفو راجوا وكان أعمار راجل صانح وكذا نفهمه بصراحة أرجعوا يا إخوان سبحان الله بارك الله فيك يا ناصر أعمار نحن توا واجدين يقول لك بيش دخل لنحن ينسيدي بالإخوان الإخوان طلع في مصر اش دخلنا بهم اش دخل يجبوننا دعوة الإخوان ليش طلعت بره من مصر دعوة الإخوان بي كيف شرس باب سبب انتشار كيف تشارك الفكر لا حدود له دعوة الإخوان فكر تجديد لطريقة دعوة الإسلام أو دعوة إلى الإسلام سيدي محمد بن علي السنوسي مين جانا دعوة السنوسي من الجزائر لا يمكن تقول السنوسي يا جزائر ومش عارف وليش مشات مشات حتى در الزوايا في سعودية عندها زاويا في مكة قاعدها عند هالوقت الفكر الماركسي الفكر اليساري الفكر القومي الفكر لا حدود له وهذه مسألة أن الفكر لا يقابل إلا بالفكر الفكر لا تتصدى لبندقية وتتصدى لسلاح تتصدى لبفكر يتضحظ يتوضح يتنتمي له دعوة دعوة الإخوان المسلمين زي ما عشاروا الإخوة دعوة شاملة تتناول جميع نواحي الحياة وهذا نحن نقول شاملة الآن بسيطة لكن في العشرينات زي ما عشاروا الإخوة كان فيه فساد غير عادي فساد خلقي وأخلاقي وفساد عقائد وفساد في العبادات وبيعت البلدان للمستعمر واستأسد الغرب على معظم خيرات بلاذ المسلمين ونصب علينا أناس ولاهم للغرب أكثر من ولاهم وخدمتهم للوطنان وإلا باستثناء حالات قليلة جدا الفساد اللي كان أكبر فساد حل بالأمة المسلمة هو سقوط الخلافة سقوط الخلافة كان تتويج لمكر الليل والنهار شغل طويل عبر التاريخ إفساد في عقائد الأمة إلهاء الأمة عن غايتها ثم توجد بسقوط الخلافة لما تقول سقوط الخلافة رأاه معناها سقوط العقل الإسلامي سقوط انحراف صار في الإسلام زي ما تقول توا مثلا تشبيه بسيطة كاي زي ما تقول أمريكا بين يوم وليلة الطيح ماشي لما طيح أمريكا مش من السهل على الرأس ماليهين ولا الاقتصاديين أن يقبلوا بهذا السقوط فبالتالي صارت فيه محاولات استأنفت محاولات سبقتها فجاء البنة وأسس هذه الجماعة وعرض الفكر المتاح اليوم فكر شمولي كان من حظ الليبيين أن فيه عدة الليبيين يقروا في مصر وكان فيه طبعا قصة الثلاثة اللي ممكن نحن نمر عليها مرور الكرام الثلاثة المصريين عز الدين الشربيني وإبراهيم ومحمود سعد وما إلى ذلك الثلاثة هؤلما اللي جوا واستضافهم الملك الملك الصالح إدريس السنوسي الله يرحم استضاف هؤلاء الثلاثة في رسالة وجهها للحاكم أنا ذاك ننسيت اسمه الرسالة سبحان الله عندي كاف منها نسخة وكان حتى نطلعها من شروع ما نشرها لأستاذ سالم الكبتي المؤرخ الليبي المعروف وسمها رسالة الهتيكة لأن سيد إدريس الله يرحم أشار قال ردبا كم هاجماعة يقربا محضرة وصير فيها هاتيكة هكي سماها الكبتي رسالة الهتيكة بخط يد الرسالة واستضافهم وفتح لهم البلاد وكانوا أوفياء للعهد اللي قطعوه مع الملك كانوا اتجهوا إلى الدعوة إلى التبشير بالإسلام لم يدعوا إلى تكوين تنظيم للإخوان المسلمين هذه مسألة يعني إن حكولنا شيابنا من الإخوان المسلمين زي سيبراهيم محمد الله يمد في عمره ويبارك فيه محمد معتوق الله يرحمه وصيح ميدا بالشيخ وإدريس ماضي ومصطفى الجاني الله يرحمهم جميعا وصالح الغول وصالح الغول ورجال رجال الفضلاء يحكونا أن ما كانش فيه نية لتنسيس تنظيم كان همهم هو نشر هذه الفكرة تنتشر فكرة الدعوة الشمولية فعن طريق هؤلاء الثلاثان ثم عن طريق بعض الناس اللي اللي كانوا يدرسوا في مصر جت دعوة الإخوان إلى ليبيا وانتشرت في ليبيا وممكن أتحدثوا عليها بشيء من التفاصيل إن أحببتم فيما بعد محمود وجديني يحسابوا الإخوان المسلمين كلمة الإخوان هذه معناها أما مسلمين والأخوانين مش مسلمين أو فيه اللي مرات يقول عليه كلام عمر إخوان يحسبوها لها علاقة بالخيانة ليش سموها إخوان مسلمين ليش كين نعلم بشيء لا يعني أبدا طبعا أنك أنت تتسمى بإخوان معناها الآخرون مش إخوان أو مسلمين معناها الآخرين مش مسلمين يعني وهذا ممكن إذا كان مثلا صح معناها الحزب اللي يتسمى مثلا الحزب الوطني مثلا معناها الآخرين مش وطنيين أو مثلا الحزب الأحرار الديمقراطيين معناها ما هو مش أحرار عبيد أو مش ديمقراطيين مستبدين أو فأعتقد أن مسئلة التسمية هذه ما هيش يعني حاجة كيف ما تقول يعني تنفي 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 على الآخر يعني هذه الصفة وكيف جت هي التسمية جت بشكل عفوي الحقيقة لما اللي اتراجع تاريخ يعني نشأة الإخوان تجد أن هم شباب اجتمعوا مع بعضهم وكانوا متحمسين للعمل يعني كيف ما قالوا الإخوة يعني لنصرة الدين وإعادة مثلا يعني ثوابت الإسلام ودفاع عن الأمة المسلمة وعن دينها وعن مبادئها وعن ثوابتها وقال وذكروا يعني أن نحن إخوان ومسلمين إذن فل نسمي أنفسنا الإخوان المسلمين يعني جاءت بطريقة يعني عفوية ما كانش فيها قصد أن مثلا الآخرين ما يكونوش يعني يتسموا بأسماء أخرى أو شيء من هذا لكن المنهج إسلامي الفكرة إسلامية يعني أيضا حتى هذه وأنا أعتقد أن هل الحرب القائمة يا سعد هل الحرب القائمة أو هل كيفما ذكروا هي نتيجة أن هذه الفكرة فكرة إسلامية فكرة قائمة على مبادئ مبادئ إسلامية تقود إلى إنشاء أو إعادة إنشاء قوة إسلامية دولة إسلامية حضارة إسلامية فهذه الفكرة أو هذا المشروع بطبيعة الحالة تواجه مشاريع أخرى مشاريع أخرى يعني ترفض وجود هذا المسمى أو هذا المكون الحملات هذه حقيقة حملات تقود هدول معروفة وعشرات الفضائيات بل مئات الفضائيات وألاف يعني الأبواق وحريصين يومياً على التشويه وعلى تضليل الناس المشكلة إن العقل الليبي الآن ونتحدث عن الليبيين بالذات يعني أصبح الحقيقة مظلل للأسف يعني تم ملأ ب أكاذيب وبافتراءات جعلت من الناس يعني بعيدين جداً عن الحقائق يعني أنا أقول لك عبد نقاطعك لو مسلم نتوقع لو واحد يقول أنا من الإخوان المسلمين في وسط يعني الأماكن الساخنة اللي الآن ممكن يدققوه ويقطعوه طرف طرف والصبايا زغرت ورجل يكبر ولحزاز ولصبي واحد يقول لهم أتقطعونا رجل أن يقول ربي الله مش حد يقدر يتكلم يدفع عليه مفيش حد يقدر يتكلم يدفع عليه صح يعني ما الذي يعنيه هذا اللي يعنيه أنه فيه مشكلة صائرة في إبعاد حاجة اسمها عقل العقل يقول تثبت وتحقق قبل أن تصدر الأحكام يعني هذه التصورات للأسف اللي شوهت من خلال الفضائيات ومن خلال يعني واق هذه الدول مدفوعين الأجر أصبحت تضع في صور غير صحيحة صور ذهنية غير صحيحة تماما على هذه الفئة وبالتالي أصبح العقل اللي بي يرى أن هذه الفئة هي الفئة لأفسدت البلاد أنا منيش عارف يعني نبي نبي نخاطب العقل نبي نخاطب أصحاب العقود بالله يعني هل يرقل أن اللاعب الوحيد يعني في المشهد الليبي هم الإخوان يعني خلونا من بداية الثورة باهي قبل الثورة يعني الفساد اللي حدث خلال 42 سنة يعني الإخوان لم يكنوا موجودين في الساحة أصلا يعني كفاعل سياسي وكانوا بعضهم في السجول وكان بعضهم في الخارج وكانوا محاربين من قبل النظام والناس عارفة الكلام هذا فكان فيه فساد وكان فيه دمار كبير للبلد يعني هل أحدثه الإخوان بعد الثورة يعني كم نسبة الذين شاركوا من الإخوان في حكومة الكيب أو في حكومة زيدان أو في حكومة مش عارف من جاء بعده الثنية أو غيرها أو غيرها أو إلى الصراج لما جي تشوف تلقى العدد بسيط جدا نسبة بسيطة على مستوى مثل مؤتمر الوطني العام يسموه مؤتمر إخوان مع أن الإخوان فيه لا يتجاوزوا أو حتى مش الإخوان يعني الناس اللي رسمية الموجودين لا يتجاوزوا العشاء خلال ميتين يعني هم 17 تابعين الحزب اللي هو أنشئ الإخوان لكن حقيقة هظومهم يعني مخلطين فيهم إخوان وفيهم مش إخوان على كل حال يعني أنا أعتقد أن الرجوع للعلم للعقل حيبين أن الكلام هذا كله يعني كذب وافتراء وعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مراجعة أنفسهم في هذه المسألة أما اتهاب الناس هكذا يعني بالباطل فهو أمر يعني لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضوه يعني الناس المحترمة والناس العقل نحن الحقيقة اللي دوخك في نصر اللي دوخك إن يا راجل أنا مش من حقي توك يا ليبي مش من حقي يعني نعيش كمواطن نعبر عن رأي نعبر عن انتمائي طرح ما ما أضرتش بيك ما أضرتش بيك في ناس القبيلة القبيلة يجد ولدها دائر كوائم جرائم أخلاقية ويستروا عليه يتفعونهم الصندوق وكذا واحد يتبنى فكر يتبرمنا غريب لكنا ماذا شي غريب شنو الدعاوة اللي راكب الناس شنو التحريض شنو قوتها هل 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 موجة هذي شنو قوتها وشنو مصدرها اللي تشيطن كل من هو يعني يقال عنا أخواء المسلمين حتى الآن تجيل واحد فهمت تجيل واحد يقول لك والله أنا لما انتكلم را يقولوا علي أخواء المسلمين دوينا كم شيخ من مشايخ القبائل يقول لك يا ولدي راني انتكلم كلام العقل يقولوا علي أخواء المسلمين تبايا كيف في كلام ما عاش فيه عقل البلاد يجد ما شاك يقول أنا يتقش فيها أنت وتقسيني يتأخذ راحتك وأنا آوت يا لبلادك ما عاش ما عاش سر منها بلادك لازم نحترم ما نفسك في العالم المتحضر كله كل الانتماءات موجودة ويحترموا بعضهم لنبش حد يتعدى على الأخر الطب عندنا نحن وتشيطيني وطلعني آوت احكم علي أنت كانك تب يتخصمني وكانك تب يتحكمني شيني القضاء القضاء ويقول كلمتها يقول لك هذا كويس أنا مش كويس لكن نيجد كلام شارع وكلام مربيع تشرد به ناس وتسرق رزقهم وتقتل وتسجن ودير وقد راحتك بسبيل كلام كلم تيار لا عقلة لا طلعني يا مجيش كده مدر فلازم يكون فيه جهات ولازم الأقال يتكلم والغريب أن الأقال مغيبين وربما بالعكس حتى أم بخش في الحملة المتحامل كيف ينصر كده مدر باختصال لأن الوقت باعش عندنا وقت أنا خلاص هو الخذية هو يساعد بصفة عما أنت لما تنظر للعالم الإسلامي لما تنظر للعالم الإسلامي عالم الحقيقة وصل إلى مرحلة من الانحباط الدول الإسلامية كلها كلها ضعيفة وكلها تعبان فالقضية قضية كبيرة في بعض الناس حتى لما تدقل مؤامرة يقول لك هل نظرية المؤامرة أنت تدقل فيها وكذا يعني يا شراء أنا أنا نفهم ونمشي بالمنطق بالحسابات لكن هو فيه تواطئ دولي عالمي على عدم ظهور الإسلام للساحة من جديد وعضح ويأتي هنا دور بعض الناس اللي مستفيدة في اللي يقول لا أنت هنحطك رئيس أنت هنحطك واللهيء فيهم تهيئة قضية قضية يعني منع الإسلام بالظهور قضية كبيرة فأنت بالنسبة لهم كل المنطق اللي تقول فيه الكلام اللي تقول فيه هذا ساعد منطق كيف يعني أنت تخش دي الحزب وأنا مبنوع كيف أنت أنت تقول أنا تقول لي عليه إسلام سياسي كمك لأنك أنت تصلي معناها ما تخشش في السياسة باو أنت تذكر تخش في السياسة يعني منطق يعني أنت تسمط فيها تخش في السياسة أنت يا سيدي بصراحة مسلم كذا كذا يعني معناها كأني مسلم درويش لازم نكون أنا بالعوت ونعرف نسمط المليارات ونخذ العودات ونخذ كذا بش نطلع والمسلم لا فهي عملية يا إخواننا مش مخصد بها جماعة الإخوان المسلمين لو يبقوا المسلمين أنفسهم جماعة يقعدوا كما تقول بتعصلي ورفع صباطك كما يقولوا سهلة تجدت تعيش متريح وبالك حتى حطك في وزارات وحطك في كل شيء ما هو ما تخشش في القصة القضية لكن كان أرد أن تستنهض الأمة وترجع للناس المرهوم الصحيح اللي يبقى لينكر المنكر ويقبل المعروف ربي سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة ونخرجت للناس شروط تأمرون بالمعروف وتنهون عنه وتؤمنون بالله الإيمان كان جاد لكن هذين الشرطين الأمر بالمعروف ليش ربي حطنا فيها خط ليش ربي خششنا كمسلمين في الأمر بالمعروف فيها تصادق مره منكم منكرا فليغيره بيش باليد يعني حاول يغيره بالوسائل وإلا بالكلام وإلا بالقلب بالإيكار لكي يبقيق قلبه حي فالدين الإسلامي راه ودين ما هوش دين راغد يا أخوانا دين حركي دين يغير الوضع تشوف المنكر العالم كله يعني 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 يو كم حاجة أوروبا كله تصنع في الطيارة كلهم يا سعاد يارفي يصنع الطيارة العالم الإسلامي يمنوع سنعات الطيارة سنعات استراتيجي يركب ممنوع كلهم ممنوع ممنوع بالكلام لا يمكن عرفت الكلام هذا الديرا أنا مرة طعت في يدي مذكرة التصور الأمريكي لحل لليمن فشنو الأوروبيين اكتفقوا في 1700 في 1800 كذا في القرون اللي جي 300 سنة من قبل وقالوا نحن علي بعضنا معاش نتعاركوا ونحن في خل نقل واحد داي ياخد حق المعرف لكن ما تطلعش برة وتصدر الآخر الآخرين نقصد منها نحن وغيرها فأنت كمسلم تشوف وضعك ضعيف جيت وانا عارف الشعب الليبي والعربي كلها عندها حرقة والله لكن مغيبين مغيبين انت تشوف فيها الفساد تشوف فيها الحكام اللي حكموا ما ريتش منهم أي حاجة منتجة ما تسأل نفسك توينا الفساس إذا ما نحن منعرف طبقه ولا هما منعرف شهوله ولا مغيبين حاجة سهلة فهي الحرب قوية على الإسلام ومنع الإسلام من المهود الجديد وانت تشوف فيها الآن في تركيا تركيا لما دارت آيا صوفيا ولمس فقط وراه شريحة بفلوسة الإمام السلطان محمد شهد فلوسة هو فلوسة هو وفيه وثيقة قادة 27000 وثيقة حلق دشافة المحكمة بشهد معدرها هذا وراه وقت الإغلاق لم ينضروا إلى أي وثيقة وقت الإغلاق جاء الإنجليزي جاء للحاكم في ذلك الوقت وقال لها سكرها كتبه بخط يده يغلق المتحف لتسيانا وعلقت عليها توقيع هو لكن لما جاء الآن حل بعد تقديمها للمحكمة من سنين وانت محروم نعطيك مثال الولد اللي في نيوزيلندا شنكاتب على البندق بتاع ولا عيد يتذكر في معركة سيرة بين العثمانيين وبالنمساوين تباهي أنت نيوزيلندا اشدخلك اشدخلك بالعثمانيين واشدخلك بالنمسا لكن بشتفهم من الناس عندهم حضاعة بصراحة يفكوا ينظر إلى تاريخهم لكن نحن للأسف مغيبين وراضينا بلنا نكونوا مغيبين وليجبوها لنا نقبلوه أكره هذا أكره هذا فتمنع الصالحين وتمنع كويس والله بعض الشباب المخلص مسكوا المطارات والله مطار بنينة لما مسكها زمان جمال العقيلة كان أياما معمر عدد الركاب ليخرجوا مننا يجي 700 ألف السنة كلما يشي ترابي السجيد لما جاء جمال العقيلة خلّه فات 2 مليون مسكها لفترة قليلة ما فاتت هذا هذا رجل إسلامي طيب خلّه المطار يشتغل وطوره وكان نشوف فيها نديما نزول فيه وكذا عنده والله عملوا عليه وجيش أهل المنطقة بنينة وكذا اللي لم يجو عرضوا عليها حتى نمس لكنا قلتنا مليش راجل ماشي كويس كذا الإنجليزي لما شالوهم مدار المطارات وشالوهم لبريطانيا ديرهم في دورة قال والله الإنجليزي قال والله كان ليبيا مدار المطارات فتاحه هما انتم حلوهم اللي تعيينوا في الهجل في 2012 قال كان انتم تكونوا ليبيا ستغير شكلها روحوا من هنا وحولهم كل روحوا وحولهم كلما نحن كلمة نبقلوها لهالناس يا سيدي نحن نضع مش هيكون هذا آخر لقاء سيكون سلثة لقاءات إن شاء الله نتكلموا ونبينوا فيها بعض الأحقائق الغائبة لكن نبقلوه كلمة لهاالناس يا أخي يا البلاد اللي نازلين فينا ولي الدنيا من قلبها وكانت كان مش نشد آوال مش نحن أخوتكم مش خوتكم هضوما مش نش أصحابكم وأصدقائكم ولعبتم معهم كورة وتخشوا معهم زمان في الصينمات وقفولة ومشتركة شين اليوم ليش تحرر رد واللي عندهم لي يشتمونا ويسبو أشخاصنا نحن مسمحين فيها زي ما قال سيدنا عمر تصدقنا بأعراضنا على الناس هذه ما يش مشكلة أنا نقول لهم زي ما كان يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم ناس تعالوا تعالوا ان تفاهموا قل إنما أعرضكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفراد ثم تتفكروا تعالوا يا ناس خلينا انتفاهموا خلينا نقامزوا هل يقولوا اللي عقلة في راسة يعرف خلاصة غير حط عقلك في راسة شغل هالعقل واللي ما يردها عقلة ما يردوه الناس الناس الآن عقولها مسلوبة بالله يتشردوا من الإضلال والإفساد اللي مورس على عقولكم يا هلنا يا أحبابنا يا أصدقائنا يا ناسنا ترى خلينا نتفاهموا خلينا نتفاهموا إحنا مساحات الالتقاء بينتنا كبيرة ومساحات الاختلاف ويؤدي لهم يكون لنا الخير بارك الله بارك الله بك بارك الله بك باختصار لأننا ما عش عندنا وقت تق ناقش كان عندك كما تقول ما عندك مش نلاص كلمتين والله ما فيش ما فيش طالما الوقت انتهاف ما فيش إن شاء الله نلتقوا مرة ثانية ناصر تمام بارك الله فيك ناصر كانت بتقول حاجة كوي هكي تقفل بيها لني قوهي دعم والله أنا فقط نقول إن العملية الإنسان العاقب والمنطق يقول إذا كان رأيت فيه هجمة معينة مركزة وبان لك أي دليلة أو أي شك وقف عندك يعني مرة أنا ذكر صديقة عزيز تلاقيت نوية في ألمانيا فقال لي أنت عارف سعاد عياط لي جيت قد تظم اللي قال في ألمانيا فقض عزيز فجيت هدراس قاد سنوية فقعد يحكي وقعد يحكي على الإخوان قلت له أه أه قلت ما فهمت لأ قلت لأ أنت تحمل يعني يعني حاجات هم في رأسك ليس موجود أنت صاحبي وأنا صاحبك وأنا جيت للطاولة هذه وأنت تتحلف لأني تتخلص علي وكذا وكذا ما نعم ما ما زال في علاقة وأصحاب وكذا وأنا كل كل احترام لماذا يعني كما تقول هذا الهم أنا أنتمنى من الليبيين يكونوا أكثر ديمقراطية وأكثر تسام أبعدها أنا لم أطلب منك العفو علي والمسامحة ولا دخلوا لي نرجع البغازي ولا أنا لأني لأطلب منك لكن أنا أنا أقول شغل عقول كما تودلو طاقات كما رأوا كويسين كل الناس عرفنا من كل الفئات اللي في برا يحب يخب البلاد ورأوا يقعد يقرشين ورد بالك من عيالك ورد بالك من البلاد نحن أكبر لكن هذه دعوة كم هذا دين الله انظروا لها جماعة الأخوة المسلمين لن تبين هو رأوا دين الله أنا والله العظيم انتم جماعة الأخوة المسلمين والله الله كل ما أنا نشوف ونتعلم فيه روى من الكتاب والسلام وقال دائما مصر على ذلك بش كان فيه حاجة خالفة قرراني منش بالله برك الله جزاكم الله خير برك الله فيك الحقيقة احنا هذه يا هلنا ويناس نظر هلكم قودكم وأبنائكم وأباءكم وياني كل شي اهم جوكم اليوم دواء معاكم بعفوية وبلسانكم وبلهجتكم حدثوكم بكل ريحية باكي تسمعوا منهم باكي انت اليوم سمعتوا كلام مختلف هل ريتوا في تحريض هل ريتوا في سب هل ريتوا في شتيمة هل ريتوا في واحد شايت تقول الشرار طالع من عيونه ما حقيتوش الركاحة والهدوء والكلام اللي كان بزمان منظني ما مرتو يعني كلام العقل كويس والهدوء كويس وراهه الإسان يميز المفروض اللي يعطيه ربي يميز بالحق والباطل يحمد ربه واللي راكب رأسه شيطان أصلا الله نهديه وصلح حاله هي حتكون إن شاء الله لفتة الكمام بداية خير لعله بداية خير إن شاء الله حتتواصل مع خودكم إن شاء الله في حلقات أخرى وتسمعوا منهم ويردوا على كل التساؤلاتكم إن شاء الله مبارك الله فيكم وإلى اللقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للجميع شكرا للمشاهدين إن شاء الله السلام عليكم شكرا للمشاهدين